حفنا التونسي نبدأ مع جريدة الصباح سفيا نبدأ بالصباح حواسيم نقرأ فيها في صفحة 760 مليار ديون غير مستخلصة 24 ألف قضية سرقة لماء الصناد و 56 ألف كيلومتر من القنوات متأكلة تقرأ أيضا ميطبات عديدة في طريقهم الأساتذة النواب بين لا انتداب ولا إدماج في قرار أصدرته هيئة الانتخابات تفاصيل شروط وإجراءات صحب الوكالة من المجالس النيابية الفلحون في حيرة نقص هام في زراعات الشعير وتقلص لمساحات الأعلاف أيضا في صفحة 6 من صباح لليوم التحسن في عجز الميزان التجاري بنسبة 50% في الشهر الأول من السنة تقرأ وفل الرياضة التراجي جلسة مرتقبة بين المدب ومرياح انتخابات الجامعة فيتو من البقلاوة في وجه جمال الإمام النادي سفيقسي الأحباء غاضبون ومستؤون بالنسبة للنجم الاقتراب من تسوية ملف العوافي النادي الأفريقي حسان جمعة يعزز الإطار الفني ونختم بالسيابي أمير الجزيري يستقيل من غادي صفحة نمشي والصحافة اليوم الافتتاحية عن فشل الضمير العالمي وانتكاسة المنتظمات الأممية بعد فشل مفاوضات القاهرة رفح على أبواب المحرقة 2024 سنة انتخابية بامتياز سؤال الإقبئل والمشاركة مطروح بحدة النواب يتفاعلون مع مصادقة تهيئة الانتخابات على قرار صحب الوكالة وكالة النائب مقيدة وليست حرة لقاء رئيس الحكومة برؤساء البعثات الفنية والمالية الدولية المعتمدة بتونس خطوة لتأكيد انفتاح بلادنا على المؤسسات المالية الدولية أشغال المجلس التنفيذي الاتحاد الأفريقي وزير الخارجي يدعي لأجراء مشاورات سياسية منتظمة ويجدد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية نمشي الجريدة الشروق الصادر اليوم نقرأ فيها تتسرب برا وبحرا وجوا تونس تغرق في المخدرات تفاصيل تقرأهم في صفحة 16 حادثة مروعة بدار الشباب في خزن دار منحرفون يعتدون على التلاميذ بسكاكين تفاصيل تقرأهم في صفحة 18 في العالم إسرائيل تستعد للاجدياح ومصر تستنفر رفح تشعل حربا إقليمية خاص من مراسلنا في غزة بالنسبة للشرق اليوم فلسطيني يخيط ملابس النازحين البالية في رفح بطريقة بديلة ولقطع طريقة مما ناتنياهو حماس توافق على حكومة تكنقرات مع منظمة التحرير تقرأ أيضا بورتري مستشار ألمانيا الخادم المطيع للصهاينة في الرياضة النادي سفيقسي لماذا تأجل رحيل غرام إذا لم يحدث أي طرق بن عيسى يترشح لرئاسة الجامعة خلافات حول بعض القرارات اشتعلت بين أعضاء المكتب الجامعي تفاصيل تقرأوا في الملحق الرياضي للشرق اليوم والمستشفى الجهوي بمنزل بورجيبة الأعوان غاضبون ويطالبون بسد الشغرات الصفحة تقرأوا كل التفاصيل بالنسبة للشرق في الجهة اليوم نمشيوا لقفصة ممولة من الاتحاد الأوروبي تسليم معدات لتثمين منتوج الفصدق لهياك المهنية في لاحية في القيروين المتقعدون ببوحجلة يطالبون بالإسراع بصرف مستحقاتهم وتقرأوا أيضا مع برسجير الحدود أكثر من كيلوغرام من الكوكاين بحوزة مسافرين أجنبيين تفاصيل هذه وغيرها موجودة في جريدة الشرق éب نجحن حساباتهم لنفس مجحن لاحظة لكلمين كلمت أولاد الانتارية ورثمان من سلطقين في هذا القرأة المطلوب بالنسبة للتجنسي تقرأوا بشكل العمال من المتجحور بالنسبة للنسبة للفق تقرأوا كل المنصحة Pери motivé La réalité du suicide en Tunisie Les retraités revendiquent l'augmentation De leur salaire minimum Société civile, la liberté d'association Est-elle menacée ? Consommation, les préparatifs Pour le ramadan battent leur plein Pourvu qu'on n'ait pas à marcher sur des œufs Autrement dit Perspective de coopération tuniso-canadienne Vers une diplomatie éducative conjointe Ressemble à une décharge à ciel ouvert المترجم للقناة 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 المترجم للقناة